وان يقول المثل لا راحة لمؤمن او قصدي مقولة تقول لا راحة لمؤمن الا بلقاء ربه ولا راحة ولا راحة لبني ادم عم ينشر الفيديوهات على اليوتيوب الا لا حتى يرد وواضح الفكرة هون صديقنا عم يقول شكرا على المعلومة الصحيحة وانا احييك واشكره واشكر كل شخص تمام ولو يشكر بحرف لان هذا الفيديو راح يفيدك او راح يفيد غيرك ان كنت انت تعرف المعلومة اللايكك راح يوصل هذا الفيديو للشخص اللي عم يبحث عنه بدل ما يضيع في هذا الزخم من هالفيديوهات على العموم عم يخبرنا انه صار معه قير الهاتف يعني شو صار سيم كارت بلوك تمام اول شي قالوا له اختار المهنة بعدين نسيت شو هي المهنة وهلق عم يشتغل خيارات حطيت طبعا هذا نحط له تخطي الان تبعت كل شي لحتى عطاني تحقق قلت تمام بعد نصف ساعة كتب انا مو صاحب الحساب مع انه انا صاحب الهوية بس قبل صورت للكملك ومن الجديد صورت اذن العمل طبعا هون خطأ مستخدم ما ينفع ما ينفع دايما حتى بالفيسبوك اه في عنا بعض الاصدقاء مثلا 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 مثال هو اول تأكيد اكد مثلا بالهوية الوطنية تمام اقف الحسابه وعطاهم جواز الصفر صار عندهم مستندين تمام وممكن بالفترة الزمنية ما بين هايوها يصير اختلاف يعني يطلع شعر الدغن تتغير بعض الملامح تمام لعنكمل حطيت الخياط وتبعت كل شي اه كتب انه مو صاحب الحساب مع انه صاحب الهوية اه يعني اللي هو هو صاحب الهوية تمام ومن الجديد صورت اذن العمل ايه ما صار صار اعطاني انه اه مو صاحب الحساب وطلعني من الحساب مع انه انا ثبت ايميل عليه ورقم هاتف كل شيء فياريتت عندك شيء تقدر تفيدني اه امورك بسيطة ومحلولة ولكن اه فيه هون بعض المقالطات داخل الناس مقالطات داخل الناس هلا المعترف به انه انا لو رحت ضيعت خطي اجبت سيم بطل ضاع او قلبت على اي سيم او نقلت مثلا من فوتفون لتركتلكم الى تركسل والجوالت بين الشبكات استرفي عندي شيء اسمه سيم بلوك سيم بلوك يرفع بانه اثبتنا انه انه انت صاحب الحساب تمام رح يطلبوا بعض المستندات حسب يعني ما في شيء ثابت هاي النموذج الاولي تبع التطبيق او مني بيخبروك شو بدهم مثلا مستندة اضافية بالبريد الالكتروني هل انت هون في انه مغلطة المغلطة هون تعليق هذا لا معنى له انت بالبريد الاكتروني شو اللي انطلب منك بالضبط اليوم تعم تقول رحنا نقلنا الى تركسل صارسين بلوك قفل الحساب قال لي اكد هويتك هو ما هلا يزم يقول لك اكد هويتك اساسا هتطلب منك صورة للكملك تمام صورة السيرفي مع الكملك مستند سند اقامة وممكن حتى ما يطلبون ومستند من الاي دولات اثبات الرقم اكثر من هيك ما بيطلب تمام فما بعرف شو قصة فوجهة اه نظرك تحتاج لها تخذ بينه وبينك فانصحك وانصح اي شخص حاب يتواصل معي يتبع الاسلوب التالي الي هو قناته عمار الذهبي على اليوتيوب تمام رح تنقر على عمار الذهبي على اليوتيوب وتنقر على الفان لينك عماره الفان لينك انا ما نحطه للفرجة او من داخل الفيديو طبعا لينك واحد بودك لكل الموقع التعصر الاجتماعي هون في عنا الوصف الوصف الي هو نقرأ على المزيد الفان لينك شي اللي هو كان فوق قروب التليجرام واللي رح شيله قريبا تمام يعني رابط واحد ايش بدك تنقر على هالرابط تمام اشارة الفيسبوك تأدي الى الفيسبوك الانستجرام بادي الانستجرام تليجرام الاخرين فتواصل معي لحتى نحن نعرف شو بدهم ونعطيهم على حسب مزاجهم هلأ انت شخص قدمت مستندين قد قد الموظف خربط بيناتهم يعني هذا قانونيا ربما يعتبر شي انك عم تحاول تحتال عليهم لحتى تاخذ حساب شخص ما زميل خالد ايوبي تمام فهون من حقهم الرفض الرفض هون من حقهم من حقهم اغلاق الحساب لامانك بس انه هل انت منعت وطلدت خلاص نهائي تم اغلاق الحساب لا تلسى مشكلتك معلقة ترجع تتواصل معهم وتفتح الامور تمام بس ولكن تواصل معي لحتى نحط النقاط على الحروف يعني حاليا من قراءتي لهذا النص تمام لا معنى له فقالين ناخذوا من ادي بشكل ودي كما يقول اخواننا المصريين وتحية وسلام لي وليد اسماعي اللي طالع ببث مباشرة الان الى هنا اكون قد وصلت الى نهاية هذا الفيديو سويته بشكل مستعجل تمام رغم الانشغال فتقبلوا تحيات اخوكم عمار الذهبي شكرا جزيلا لك اخ عمار على هذا الفيديو خلاص ننطلعك محمود حسين شكرا 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 احمد حمص تواصل معي ضروري شكرا لأحمد السيد شكرا لزميل خالد ايوب شكرا لمستو شكرا لأحمد شكرا لسيريا شكرا 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 من القلب جزاكم الله خير الجزاء سلام